إيه المشكلة اللي حضرك تحذر منها؟ إن الأب أو الأمة ما يعملهاش مع ابنه أو بنته وشكله وطبعات المشكلة دي إزاي ممكن تتحل فيه ما بعد؟ وهل ممكن تتحل؟ ولا بتفضل برضو في اللا وعي عند الشخص ما بيقدرش يتخلص منه؟ في خطأين دا رجين جداً في التربية لو هنتكلم على البنات والولاد لما بنيجي نتكلم على البنات إحنا غالباً في تربيتنا بنعلمهم حاجة عاملة كده زي العجز المكتسب اللي هو إيه؟ اللي هو نفضل نقول لها طول الوقت إيه؟ إن الصورة النهائية بتاعتها إن هي لما هتتجوز وتقعد في البيت ويجي لك العريس وتبقى في الفرح وجميلة وحلوة والناس تقول عليك جميلة وحلوة والبس اللبس الفلاني عشان الناس تقول عليك الله دي زي الأمر فالبنت تعمل إيه؟ ومحترمة أه دا غير فعلا محترمة فعلا الفكرة إن البنت تفضل في دماغها إيه؟ يفضل في دماغها إن قوتها وقيمتها الشخصية في شكلها وفي اللبس الفستان وفي الفرح وشكله وفي العريس وهيبقى عامل إزاي وفي الطرحة البيضة طيب لو أنا هتجوزت وبقيت كويسة لأنا هبقى كده قيمتي الشخصية في أن أنا هتجوزت طيب لو ما هتجوزتش لأ أنا إنسانة إلا شرطة فدي من ضمن الأخطاء التربوية اللي هو بنعلم البنت أنت نقص حاجة لغاية ما يحصل حاجة يعني أنت شخص كده لا لسه لما بقى الناس تقول عليك حلوة كده تبقي حلوة فالبنت تبقى مهتمة طول الوقت بإيه بمكياج وباللبس يبقى شكله إيه ويبقى شكلي على الفيسبوك عامل إزاي وكام لايك بيجيلي يعني في الشكل ده في جزء آخر لو بس علشان في بعض ذكور بقى نعلمهم إيه إن المشاعر شكلها غلط إنه هو الراجل ما بيعيطش الراجل ما بيبينش إنه ضعيف الراجل ما بيعملش إلا هي بيسموها حتى بالشكل الدارج التوكسك مسكولينيتي أو الرجولة السامة إنه هو الحاجات شكلها كويس وشكلها قوي ولكن هو في الشكل يعني في الآخر بيمنعه من طلب المساعدة لما يحتاجه إنسان بالظبط ولو كنت فضلا غليظة القلب للفضل من حولك هي الفكرة كده إنه لو أنا مش هأظهر مشاعر هطلب المساعدة إزاي ويبنلين حتى في العيادات النفسية الناس اللي بتطلب المساعدة أغلبهم سيدات فيبدأ الراجل علشان مثلا لما بيعنده اكتئاب أو يبقى عنده مشكلة ما يرفض المساعدة بشكل كبير لدرجة إن المرض يتحول لمرض مزمن ليه؟ لأنه لو طلب المساعدة هو متعلم إنه لو طلبت المساعدة في حزن ما أو بيّنته في شكل ما أبقى ضعيف فنبدأ نخش في مشاكل تانية كبيرة فلو هتكلم باختصار هم خطائين داريجين قوي الخطأ إنك بتعلم البنت إن هي نقصة حاجة إلا لما حاجة تانية تحصل وإنك بتعلم الولد إنه العكس بقى ده أنت كامل جدا لدرجة إنه ما ينفعش تبين أي ضعف فأنت بتعمل العكس معين اللي اتنين المفروض أعلمهم بشكل أو بآخر إن أنت قوية بنفسك وإن أنت ممكن يبانى عندك ضعف فيش مشكلة في ده أو في ده فدي الفكرتين اللي ممكن أقولهم في الناحية يا رب بس